موسيقى نشرة الأخبار مع داليا الغزاوي وعلي الموسى نشرة الأخبار من اي تي في العدالة أهلا بكم فحيكم مشاهدين في هذه النشرة ونبدأها بأبرز العنوي وسيكون موعد الجلسة الخاصة هذه في الأسبوع القادم صرخات الفلسطينيين تتردد في الكويت وجلسة برلمانية خاصة لمناقشة العدوان الصهيوني نحن هنا معهم ونحن ضدهم فقط يلزم اختار وزارة الداخلية بهذا الموضوع وهذا مع الدم من الإرادة غضبة شعبية نصرة للحق الفلسطيني وسجالات مع الداخلية بشأن إقامة التجوى بعد استدعائه من قبل الخارجية سفير تشيك لدى الكويت يعتذر عن وضع العالم الإسرائيلي على حسابه الشخصي 11 نائبنا يطلبون عقد جلسة خاصة لمناقشة سجوابات وزاراء الصحة والخارجية والمالية وفي النشرة نزاها تشارك في مؤتمر الدول الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا تزال أصداء الصرخة الفلسطينية جراء العدوان الصهيونية المتواصل في الأراضي المحتلة تتردد في الكويت وتحظى بتفاعل كبير على المساوين الشعبي والرسمي فقد أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عقد المجلس جلسة خاصة الأسبوع المقبل لمناقشة الأحداث الأخيرة فيما يخص الاعتداءة الصهيونية على المسجد الأقصى والقدس وقطاع غزة بناء على الطلبات المقدمة لافتا إلى موافقة الحكومة على حضور الجلسة وأشار الغانم إلى قرار استعجال طلب الانتهاء من قانون حضري ومناهضة التطبيع مع الكيان الصغيوني ليتم إقراره في الجلسة اجتمع مكتب المجلس اليوم مجلس الأمة الكويتي كممثلين للشعب الكويتي الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية وأيضا تم مناقشة هذه الأحداث والطلبات المقدمة فقد قدم أكثر من طلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة الأحداث الأخيرة والاعتداءات الصهيونية على الأقصى والقدس وقطاع غزة وقرر المجلس الطلب من الأخوة الأفاضل في اللجنة التشريعية استعجال الانتهاء من قانون حضر ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني ليتم إقرار هذا القانون مع مناقشة كل ما يمكن القيام به وعمله لدعم أخواننا في فلسطين المحدلة وسيكون موعد الجلسة الخاصة هذه في الأسبوع القادم وقد تهاتفت مع الأخ الفاضل سمو رئيس مجلس الوزراء الذي أكد على موقف الكويت الرسمي ودعمه لهذه القضية وموافقته على حضور الحكومة لهذه الجلسة الخاصة سيحدد موعدها فور التنسيق مع الأخوة في اللجنة التشريعية فور انتهاء تقريرهم ستعقد هذه الجلسة لإقرار القانون ومناقشة هذا الموضوع أيضا كان هناك عدة اتصالات بين رئاسة المجلس ورئاسة الاتحاد البرلماني العربي الأخ صقر غباش الذي تعاون مشكورا من أجل تحقيق المقترحات التي تمت في اجتماع رئيساء البرلمانات العربية في يوم الأربعاء الماضي وأيضا كان لأكثر من اتصال مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي لتنسيق لقاء مع رئيساء برلمان عرب من الدول الإسلامية حتى تكون هناك إجراءات واقعية حازمة على الكيان الصهيوني والكنيسة الإسرائيلي الذي خالف المواثيق الدولية كلها بما فيها ميثاق الاتحاد البرلماني الدولي هذا فيما يتعلق في هذه القضية وعلى صعيد آخر أيضا ناقش مكتب المجلس طلبات الجلسات الخاصة المقدمة وخاصة فيما يتعلق في مكافأة الصفوف الأمامية وأيضا ستقوم لجهة الأولويات بالطلب من لجهة الميزانيات استعجال هذا التغرير وإذا كان هناك أي أمور يجب أن تجيب عليها الحكومة نتمنى تعاون الحكومة وإجابتها على أي أسئلة من اللجنة حتى يتسنى لنا الدعوة لهذه الجلسة في الأسبوع القادم بإذن الله إلى ذلك أغلقت وزارة الداخلية عصر اليوم أمام داخل ساحة الإرادة قبيل الاعتصام التضامني مع فلسطين تحت شعار لن نسمح بنكبتين قبيل أن تعود وتسمح مجددا بإقامة الوقفة التضامنية هذا قد تواجد وزير الداخلية في ساحة الإرادة فيما وصل نواب أيضا وطلبوا بالسماح للمواطنين بالتعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية وأكد وزير الداخلية أن موقف الكويت واضح في دعم الشعب الفلسطيني فيما سبق وأن أعلن نائبان عبد الكريم الكندري وثامر السويت استجواب الوزير على خلفية ألية التعامل مع التجمعي في ساحة الإرادة نحن هنا معهم ونحن ضدهم نحن هنا نحافظ على الصحة العامة الموجودة التي فرضها قرارات مجلس وزراء بمنع التجمعات فلذلك يا أخوان يعني في المقبرة الله لا يقول صار عندكم حالة وفاة المسموح 20 فهذا أمر إنساني نحن لا نستطيع أن نقول إلا أننا خوفنا عليكم هو الذي يمنعنا من أن ندخل الناس كلها والعوائل كلها إلى المقبرة فهذا قياس مقياس المقبرة فما بالك على القضية الفلسطينية فالقضية الفلسطينية الكويت معروفة فيها القضية الفلسطينية انطلقت من الكويت القضية الفلسطينية تكلم فيها جيدة حضرة صاحب السمو القضية الفلسطينية سمو الرئيس أولمس صرح فيها وقبلها وزير الخارجية فصوت الكويت دائما واصل في القضية الفلسطينية وما أقول الله الله يفكعقهم إن شاء الله وحنا معاهم دائما قلبا وقالبا حسب الدستور وقانون التجمعات فقط يلزم اختار وزارة الداخلية بهذا الموضوع وهذا ما تم بالاضافة الى اخذ موافقة وزارة الصحة فيما يتعلق بالاشتراطات الصحية اركان هذا التجمع دستوريا قانونيا صحيا كلها متوفرة وخاطب كل طفل فلسطيني وكل شاب فلسطيني وكل امرأة فلسطينية وكل عجوز فلسطيني واحيي شباب المقاومة الفلسطينية فردا فردا بلغني للتو اعتذار السفير الشيكي عن دعمه الاسرائيل اسمع 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 بتكلم اسمع وانا اقول لوزير الخارجية اعتذاره ما يكفي ما يكفينا الا الطرده ما يكفينا الا طرده ابجديات العمل الدبلوماسي لأي بلد لما تروح تكون سفير في بلد تقرأ قوانين هذا البلد والكويت نفتخر بان هناك قانون يقول عن الكيان الصهيوني عصابات صهيونية وهي فعلا عصابات صهيونية فاذا كنت تدعم تلك العصابات لا نتشرف ان تكون سفير في هذه البلد وقد اعرب سفير جمهورية تشيكا لدى الكويت مارتن دوفراك عن اسفه شديد على ما بدر منه بوضع العلم الاسرائيلي على حسابه الشخصي ما اثار موجة من الغضب والسخاطة في ظل الاوضاع المأساوية الحالية في قطاع غزة وقال السفير التشيكية في بيان اعتذاره ان ما بدر مني لم يرعي مشاعر العديد من اصدقائي الكويتيين والمسلمين المقربين وارغب في الاعتذار اليهم وكذلك الى جميع الكويتيين والفلسطينيين والى كل من ساءه هذا تصرف وتابع اود ايضا ان اؤكد انني سعيت دائما طوال فترة خدمتي في سفرة بلادي لدى الكويت الى اقامة افضل العلاقات الممكنة بين تشيكا والكويت وخاصة بين شعبي البلدين واكد انه لم يصدر منه اي تصرف ينمو عن اي نوع من الكراهية او التعصب تجاه المسلمين او العرب او اي مجموعة عرقية او دينية اخرى اعتذار السفير التشيكي جاء في اعقاب بيان لوزارة الخارجية الكويتية اعربت فيه عن رفضها القاطع واستهجانها الشديد لما بدر عن سفير جمهورية تشيك موضحة ان ذلك التصرف المرفوض وما يشكله من اساءة بالغة للمشاعر لا يتناسب وطبيعة الوظيفة الدبلوماسية ويتعرض مع الاعراف الدبلوماسية ونصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية كما اشارت الوزارة الى انها استدعت صباح اليوم سفير تشيك وتم خلال اللقاء الاعراب عن الرفض القاطع لتلك التصرفات التي تتعارض وطبيعة وظيفته الدبلوماسية وفي الاراضي المحتلات تواصل قوات الاحتلال ارتكاب مجازر جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة فقد استمرت قوات الاحتلال في تدمير البنى التحتية للقطاع وسط محاولات دولية لتهدئة الاوضاع في الوقت الذي يكثف فيه الطيران الاسرائيلي من هجماته العنيفة على غزة تفاصيل اوفا في تقرير الزميل موفق العرقا مع دخول الاسبوع الثاني للعدوان الاسرائيلي على غزة ارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة بحق الاطفال والنساء واستمرت في تدمير منازل المدنيين والبنية التحتية في الوقت الذي بدأ فيه رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بن يمين نتنياهو مصمما على المضيف التصعيد العسكري رغم كل الدعوات الدولية للتهدئة وفي القدس عززت قوات الاحتلال انتشارها بوضعها مزيدا من نقاط التفتيش حيث لا تسمح الا لحملة البطاقات الاسرائيلية والمنظمات الانسانية بالدخول الى حي الشيخ جراح وبالعودة الى قطاع غزة وفي تطور غير مسبوق اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم عن استهداف بارجة حربية اسرائيلية قبال تشواطئ قطاع غزة ردا على العدوان الاسرائيلي على القطاع الذي اسقط اكثر من 200 شهيدا بينهم عشرات الاطفال والنساء وعلى ما يبدو ان قوات الاحتلال لم تكتفي بالمجازر الوحشية التي ارتكبتها طائراتها لتطلق ثمانية قنابل فسخورية على القطاع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله المبعوث الامريكي اكد على ضرورة تدخل الادارة الامريكية لوضع حد للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كل مكان ووقف التصعيد والبدء بجهود للتوصل لحل سياسي قائم على قرارات شرعية الدولية بانهاء الاحتلال الاسرائيلي لارض فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وسط هذه النداءات اعلنت الحكومة الفرنسية عن بدئها محاولة مشتركة مع مصر والاردن والمانيا لوقف اطلاق النار وضمان حل دائم في المنطقة فبحثت ميركل مع رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو الصراع في الشرق الاوسط وابلغته بضرورة التوصل الى نهاية سريعة للصراع وفي الوقت الذي فشل مجلس الامن الدولي بالتوصل الى وقف لاطلاق النار قدمت الصين وتونس والنيرويج مشروع بيان اعربوا فيه عن قلقهم من الوضع في غزة بالعودة الى شأن المحلي فقد تقدم 11 نائبا بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة سجوابات الوزراء او لوزراء الصحة والمالية والخارجية يوم الاحد المقبل وجاء طلب وفقا لمقدميه سنادا على المدة الثانية والسبعين من اللائحة الداخلية لمجلس الامة وحفاظا على الدستور وحرصا من على اضاح الحقائق للشعب الكويتي الذي حملهم امنة المحافظة على مكتسباته وفي رده على سؤال برلماني عزى وزير المالية خليفة حمادة عدم توريد الارباح الى زيادة سقف رصيد الاحتياطي العام لبنك الكويت المركزي من 295 مليون الى مليار دينار لذا يتم اضافة صاف الارباح السنوية التي يحققها البنك الاحتياطي لحين بلغي سقف المليار دينار وقال حمادة في رده انه لا توجد ارباح محققة لوزارة المالية حيث تورد الارباح بالكامل الى الاحتياطي العام للصندوق لحين تغطية رأس مال الصندوق المقرر بالكامل وبعد تغطية رأس مال الصندوق تقيد كل الارباح السنوية الصافية في حساب احتياط الصندوق فذلك وفقا للنظام الاساسي للصندوق في تصريح لـ ATV العادلة قال مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العقيدة حقوقي الدكتور صلاح الشطي ان الانتخابات التكملية للدائرة الخامسة ستجرى حسب كشوف القيود الانتخابية لعام 2020 وأضاف الشطي أن العدد الإجمالي لعدد الناخبين والناخبات في الدائرة يبلغ 166222 ناخبا وناخبة مشيرا إلى عدم السماح بإيقامة أي مقرات انتخابية قرب مراكز الاقتراع في المدارس وهي ذات الإجراءات التي طبقت في الانتخابات السابقة الأخيرة النصيحة اللي أود أني أذكرها حق أخواني الناخبين اللي هو يجيب عليهم أن يصطحب المستند الرسمي لأنه في كثير من الأحيان تلقى واقف في الدور وينضر دوره عشان التصويت يتفاجأ أن المستند ما معاه أو مثلا يايب البطاقة المدنية ولكن طبعا موجب قانون الانتخاب طبعا عملية التصويت تتم فقط عن طريق الجنسية الأصلية ما كان يجرى عليه في الانتخابات خلال سنوات السابقة اللي هو بأن يتم وضع المقرات المؤقتة أمام مواقف المدارس وكذلك اللوحات فطبعا وفق الاشتراطات الصحية كذلك التعليمات الصادرة من بلد الكويت بأن لن يكون هناك أي طبعا لوحات أو مقرات انتخابية أسوة بما جرى في الانتخابات السابقة اللي كانت طبعا اللي جرت في ظل الظروف الصحية للتواجه البلد أو يواجه العالم بشكل عام أحب أنوه بأن طبعا الانتخابات هذه المختصرة فقط على الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية في الدائرة الانتخابية الخامسة اللي راح يكون عدد الناخبين فيها مئة وستة وستين الف ومتين واثنين واثنين وعشرين الذكور منهم أربعة وثمانين الف وسبعمية وسبعمية وسبعمين الإناث منهم واحد وثمانين الف واربعمية واربعمية وخمسة واربعين أحب أنوه بأن طبعا الانتخابات سوف تتم على القيد الانتخابي لسنة عشرين وعشرين باعتبار أن طبعا القيد الانتخابي اللي طبعا تحرر في هذه السنة بموجب المادة الثمانية من قانون الانتخاب طبعا هو قيد غير نهائي ويحصن في نهاية شهر يونيو فلذلك طبعا المادة السبتة عشر من قانون الانتخاب تنص على أساس أن الجداول النهائية حجة قاطعة في يوم الانتخاب فالجدول النهائي الحالي هو جدول القيد الانتخابي لسنة عشرين وعشرين لذلك الانتخابات ستتم على القيد الانتخابي للجداول النهائية الصادرة في سنة عشرين وعشرين شاركت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الدورة الاستثنائية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بصورة افتراضية وقالت نزهة أن هذه الدورة الاستثنائية تهدف إلى اعتماد الصيغة النهائية لمسودة الاعلان السياسي المقرر عرضه على الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مكافحة الفساد المقرر عقدها في الفترة من الثاني إلى الرابعة من يونيو المقبل وأضفت أن مسودة الاعلان السياسي تضمنت العديد من المحاور كمنع الفساد وتجريم أفعال الفساد والتصدي لها بفعالية والتعاون الدولي وأسرداد الأصول المنهوبة إضافة إلى تطوير تبادل المعلومات ومعالجة الفساد كعمل تمكين شامل لخطة التنمية المستدامة نشاتنا متواصلة وتتابعون في الاقتصاد بعد الفاصل برصة الكويت تفتتح تدولة الأسبوع على ارتفاع مؤشر السوق العام من جديد أهلا بكم أغلقت برصة الكويت عملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام بواقع 34 نقطة وعشرية نقطة ليبلغ مستوى 6313 نقطة تم تداول كمية أسهم بلغت 579.900.000 سهم تمت عبر 19.958 صفقة نقضية بقيمة 94.600.000 دينار كويتي ابقوا معنا نشرتنا لازالتها مسمرة ونشاهد فيها بعد قليل الاعتابي يشيد بدعم القيادة السياسية للرماية الكويتية أهلا بكم أشادا رئيس الند الكويتي لي الرماية دعيج الاعتابي بالنتاج التي حققها المنتخب في بطولة كأس العالم في إيطاليا التي اختتمت مؤخرا بتحقيق الرامي عبدالله الطرقي الرشيدي ذهبية مسابقة السكيت وقال الاعتابي إن مشاركة المنتخب كانت ناجحة بكل المقاييس يما أنها تأتي قبل مشاركة الرماية قبل أولمبياد توكيو صيفا هذا العام وأهلا الاعتابي هذا الفوز لسمو أمير البلاد شيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد شيخ مشعل الأحمد ولمنتسب رياضة الرماية مشيرا أنه لو لا الدعم الكبير من القيادة السياسية لما تحققت هذه الإنجازات ومنتخب الرماية الكويتي في بطولة كأس العالم الأخيرة كانت مشاركة ناجحة على الرغم من أن قبل المشاركة كان الأسف شديد توفى مدرب المنتخب الوطني للرماية سيد دانيالي سيوني وعلى الله يرحمه وفعلا كان خسارة بالنسبة لنا كبيرة وفاته خصوصا في هذه الفترة قبل مشاركتنا في أولمبياد توكيو القادم شهر سبعة لكن الحمد لله يعني الرماية كان عزيمتهم قوية واستطاعوا تحقيق البطل طلال عبدالله الطرقي تحقيق المركز الأول والميدالة الذهبية وتفوق على الرماية الروسي والأمريكي والرماية المتقدمين في الفاينل طبعا أنا سعيد جدا ونيابة عن إخواني أعظام مجلس إدارة ونيابة عن منتسب رياضة الرماية والعاملين في اتحاد ونادي الرماية الكويت الرياضي والأبطال نرفع هذا الفوز ونقدم هدية إلى سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح وسيدي سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح والشعب الكويت الكريم وهذا ما كان يتحقق هذا الفوز لولا الدعم لتلقاه رياضة الرماية من القيادة السياسية ومن المسؤولين في الدولة وأيضا من أبطالنا الموهوبين اللي دائما يتطلعون لتمثيل بلدهم والتمثيل المشرف خصوصا نحن مقبلين على أحداث رياضية مهمة تسبق أولمبياد توكيو وعندنا الآن أربع رماية متأهلين للعلومبياد البطل عبد الرحمن الفيحان والبطل سعود الكندري والبطل منصور الرشيدي والبطل طلال الطرقي إلى هنا وصلا معكم لنهاية النشرة وقبل ختامها نذكركم بإمكانية متابعة أخبارنا عبر حساباتنا على مواقع التواصل الشمعي ودائما انتلي العدال لمنتظار مشاركاتكم بأرائكم وقضاياكم ومنشداتكم بإرسال مقاطع فيديو قصيرة على رقم وسأب فقر التفاعلات شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة